منذ الأيام الأولى لبداية الحرب على القطاع والجيش الإسرائيلي يزعم وجود مناطق آمنة في القطاع لكن تبين في أكثر من مرة وفق شهادات منظمات حقوقية وشهادات فلسطينيين أن الطرق التي ترسمها أو التي رسمها لا تعد أن تكون مصائد لاستهداف المدنيين العزل فماذا نعرف عن المناطق والممرات الآمنة وفق الدعاءات الاحتلال؟ في الثالث عشر من أكتوبر أي بعد أسبوع من بدء العدوان طلبت إسرائيل من الأمم المتحدة إخلاء شمال قطاع غزة من السكان في 24 ساعة والانتقال إلى مناطق جنوب القطاع وجنوب وادي غزة التي صنفتها على أنها مناطق آمنة وذلك في تجاهل تام للمأساة التي أثرت على أكثر من مليون شخص وفق تقديرات أممية ولترجمة خطته على الأرض حدد الاحتلال ابتداء شارع الرشيد ممرا آمنا للنازحين لكنه استهدفهم أثناء محاولتهم العبور إلى جنوب القطاع وفي حادث آخر وقع في الشارع نفسه يوم التاسع من نوفمبر ألقت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قنابل متفجرة على فلسطينيين مدنيين في طريق نزوحهم عمليا ادعى الاحتلال بوجود مناطق آمنة في المحافظات الوسطى والجنوبية للقطاع وتحديدا في انسيرات ودير البلح ورفح ومحافظة خان يونس لكنها كانت في الحقيقة مسرحا لاستهداف الفلسطينيين بأعداد كبيرة في الأول من ديسمبر أعلن الاحتلال أن منطقة جنوب وادي غزة منطقة آمنة وتحديدا مدينة رفح ومنطقة المواصي غرب خان يونس لكنهما لم تسلموا أيضا من القصف المتكرر للاحتلال على المدنيين العزل لكن ورغم ادعاء الاحتلال بوجود ممرات آمنة سعيا لتسريع وطيرة إخلاء السكان من مناطقهم اتضح لاحقا أن 15% من سكان قطاع غزة لم يغادروا منازلهم لكن بالمقابل تظل فاتورة النزوح أكبر فبحسب وزارة الصحة الفلسطينية فإن قرابة 85% من سكان القطاع نازحون نحن نتحدث عن قرابة مليوني إنسان فلسطيني